ننتقل طبعاً للحديث عن الشأن الاتفاقي طبعاً اللي يثير كثير من التساؤلات حكاية مسألة اللعب البوليفي كثير أنه يبغى يعرف شل اللي صار فيه اللعب البوليفي تم تسجيله وتم إرسال أوراق التسجيل للجنة الاحتراف النظام الفيفا أن يتم المطابقة من خلال سيستم الفيفا أنجز الاتفاق ما عليه تأخر النادي البوليفي لمدة تقريباً ساعة ونص لمصادقة عملية الإعارة فبالتالي تجاوز الوقت المسموح فيه من الفيفا رفض طلب تسجيل اللاعب لنادي الاتفاق عمل استئناف للموضوع لم يقبل الاستئناف فبالتالي لم يسجل اللاعب لكن أنا تسمح لي أقول معلوماتي تفضل أن التقسير كان من عندكم من نادي الاتفاق كان التأخير في التسجيل بسبب مسألة المستحقات لأنه أنتوا ما كان عندكم القدرة على دفع المبلغ كامل المبلغ أعتقد 950 ألف دولار تكلم لاحقاً أو وقت تسجيل اللاعب؟ أنا أتكلم وقت التسجيل وأنتم عرضتوا على أساس أن تكون على دفعات وطلبوا ضمانات بنكية لا هذا الموضوع لاحقاً لما طلب الاتفاق يشتري عقد اللاعب كامل في السابق لا حتى وكيل اللاعب طلع في مقابلة من خلالكم من خلال برنامج الملعب مع الأخ فيصل القحطاني تكلم وذكر نفس النقطة أن التأخير من النادي في عملية مطابقة التسجيل لم يهتم النادي البوليفي أسف في عملية الوقت فبالتالي أصبح خارج وقت الفيفا عملية التسجيل ممكن ترجعون للتسجيل اللي طلع فيه وكيل اللاعب وتشوفون طيب الآن اللاعب غير مسجل نعم اللاعب الآن غير مسجل ولكن مرتبط بعقد مع نادي الاتفاق الإدارة الآن تسعى إما أن تشتري عقد اللاعب كلياً لأنه لاعب له قيمة فنية عالية أو ترحيل مدة الإعارة بسبب عدم التسجيل إلى الموسم القادم طيب طبعاً نشاهد بطاقة عبارة عن مجموعة من المعلومات عن اللاعب البوليفي طبعاً بس للإشارة البطاقة تخص اللاعب البرازيلي سانتوس الآن الفكر أنه رايح يكون نتعاقد معه لكن الحديث عن اللاعب البوليفي ما تعتقد أنه المفترض أن الإدارة الاتفاقية الآن مسألة أنه توقع وترتبط بعقد مع لاعب ولا تستفيد منه طوال الفترة هذه إهدار الأموال النادي لو أنا ذكرت قبل قبل قليل أنه مدة الإعارة التي كانت لللاعب الآن سوف يتم الاتفاق مع النادي البوليفي لعدم الاستفادة ووجود خطأ في التسجيل من النادي البوليفي إما بإنهاء التعاقد أو شراء عقد اللاعب كامل وبالنسبة للمدة هذه سوف ترحل إلى الموسم القادم نعمل مع النادي البوليفي لترحيلها للموسم القادم لأنه بالنسبة لنا لم نستفد منه لا اللاعب استفاد ولا حتى نادي الاتفاق استفاد من الموضوع هذا فبالتالي نسعى الآن لترحيل مدة الإعارة هذه الستة شهور إلى الموسم القادم وإحنا أصلا في صدد أن نشتري عقد اللاعب كامل من ناديه لأنه قيمة الفنية عالية جدا فنسعى أن نشتري عقده كامل دكتور بكل صراحة أنت من البداية مختلف مع محمد الآن في موضوع الاتفاق محتاجين الكثير من الشفافية أنا أعتقد أن هناك نقطتين تثير التساؤل أول شيء محمد ذكر أن نادي البوليفي يتأخر أنا أعتقد أن يفترض الاتفاق أوصل معلومة لنادي البوليفي من الوقت ينضي وبالتالي يفترض الاتفاق أصر على النادي أما تنهي التعاقد في فترة هذه أو خلاص نتهي أما أني أجيب اللاعب يكون موجود عندي وفي الأخير أصرف عليه ولا أستفيد منه ورحله إلى فترة لاحقة أنا أعتقد هذا على التساؤل كبير جدا ويمكن أن أخو محمد مدام موجود يضع على التساؤل ولكن أنا أعتقد أن عملية ترحيل اللاعب إلى الفترة القادمة اللاعب كيف سيكون وضعه؟ سيظل في الاتفاق يتدرى مع الاتفاق أو سيعود يلعب مع نادية إذا سمر مع الاتفاق ستكون هدر للمال إذا عود رجع إلى نادية ممكن يأتي عقد آخر وبالتالي لا يستطيع الاتفاق أن يتعاقد مع مراته أخرى نحن علشان كذا لن نستطيع أن نهدر حق نادي الاتفاق لأنه الآن حرم نادي الاتفاق من التسجيل فبالتالي أنه إحنا ننهي التعاقد ومثلا تعالي النادي البوليفي رجع فلوسنا أخذ لعبكم ما استفدنا شيء فبالتالي إحنا خسرنا تسجيل اللاعب وخسرنا حتى لاعب بيوافقكم أول حاجة هل بيوافقكم أصلا للنادي البوليفي؟ لا 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 لماذا لا نقول لك الآن إحنا في صدد أنه إحنا في مرحلة التفاوض مع النادي البوليفي إحنا لم نصل إلى الآن معهم إلى أي حل إحنا وقعنا عقد إعارة عقد الإعارة الآن بما أنه نادي البوليفي تسبب هذه عدمان نقول هذه تحتها هذه على قراتهم شيء داخلي إحنا حبائبك في برنامج الملعب يعني على أن تخصنا الأمور الداخلية تبقى داخلية هذه مشكلة أنه الأندية كثير من الضبابية على المسائل المالية حق مشروع حق مشروع للنادي أنا بس ألك سؤال الآن هل هو نادي خاص ولا نادي عام نادي عام ملك للجماهير ملك للجميع صح ولا لا إذن وأنتم ماشيين في الطريق السليم وموركم كلها واضحة ولا في أي شيء يتخبأ ليش ما يصير في إعلان يعني كل الأندية الأوروبية تعلن الأرقام بكل وضوح إن كنا نمتلك في أندياتنا وفي التعاطي مع القضايا الرياضية الموجود في أوروبا فطالبني بالشفافية اللي موجودة هناك لكن حاليا في بعض الأمور بعض الأمور حقيقة تقتضي عدم الإفصح عنها وتعتبر شأن داخلي يمكن أستبيحك العذر في أنه إحنا يعني نطلع الناس على أشياء ربما إذا قلنا مليون ولا قلنا مئة ألف في الأخير المتلقي لن يكون مستفيد على قدر ما أنه يطالب المتلقي أو المتابع تسجيل اللاعب أنا يمكن محمد انتقلت العدم التعاطي السعودي إلى الأندية السعودية عدم الأفصاح هل تقبل أنه مثل هالكلام يقال على مثل نادي الاتفاق وجهة نظر ما لها علاقة في الأخير ليس الاتفاق لوحده يعني لا يفصح عن صفقاته طيب لماذا يكون الاتفاق هو صاحب المبادرة المثالية والشفافية المطلقة بين الأندية السعودية دعني أقول لك شيء ما الذي يستفيد المتلقي في أنه يسمع الرقب ما هو الفائدة الموجودة أنا أعتقد الجمهور يجب أن يكون مطلع على أي عقد يتم توقيعه معي لاعب لأن الجمهور في الأخير أو جمعية عمومية في النادي يفترضون أن تعرف عن هذه الأشياء حتى تستطيع أن تحاسب النادي على هذه التعاقدات هل تمت بطريقة صحيحة أو الاستثمر النادي أو الاستثمر النادي فلوس النادي بطريقة صحيحة أو لا تسمح لي بإضافة أيضا أنت لما تطرح وتكون شفاف وتعطي المبلغ ساعتها رايح الجمهور يقيم أنه هل الإدارة هذه عندها القدرة على التفاوض الجيد وجلب لاعبي مميزين بمبالغ معقولة أم أنه والله قاعدة تهدر يطلع المبلغ كبير واللاعب مستواه سيء فنيا وبالتالي يدل على أنه الإدارة غير جيدة في مسألة التفاوض التعاقم مع اللاعب ما هو مقياس لو استذكرنا الفترة التي جاء فيها والهامسون للهلال تم إعلان الصفقة ثائرة ثائرة الجمهور الهلالي على موضوع أنه والهامسون لم يكن مجدي ومستوى قلم المطلوب ولكن لما صبر الجمهور الهلالي وأصبح والهامسون قيمة فنية عالية أشهدت الناس وبالتالي القيمة إطلاقا يعني ما هي مقياس لكن أيضا في أندي أيضا جلبة لعبي مبالغة عالية جدا ولم يقدم المأمول وبالتالي يمكن هذا أحد الأسواب الرئيسية في إخبار على فكرة بقول لك شيء إحنا يحسب لإدارة نادي الاتفاق دعنا نقول لك شيء يحسب لإدارة نادي الاتفاق في فترات سابقة وفي الفترات يمكن نحن الموسم هذا يعني خليني ينتهز الفرصة نعتذر لجمهورنا أننا لم نوفق الموسم هذا في جلب محترفين أو لاعبين يكونون على الحجم الطموح أو تتماشى مع طموحنا كان الطموح فيهم أكبر ولكن لم يوفق هؤلاء اللاعبين ولكن في المقابل أنا أقول لك الفترات السابقة جلب الاتفاق لاعبين ذو قيمة فنية عالية جدا بمبالغ أقل مما تجلبها الأندي الأخرى طيب أنا عندي في مجموعة مواضيع نريد أن نمر عليها بشكل سريع الآن في اللاعب البرازيلي سانتوس أعتقد التوجه بالنسبة لكم وصحيح لإذا كان صحيح أنه رايح يلعب أربع مباريات فقط يكون أكمالة الدوري وكاس الملك أول شيء سانتوس لم يسجل إلى الآن سانتوس اجتهدت الإدارة الاتفاقية في جلب لاعب في الفترة الحالية ولكن لن يسجل إلا إذا كان ذو قيمة فنية عالية يراهن عليها المدرب أو يتفق عليها المدرب وأنه يكون جاهز ليقيا فبالتالي متى ما قال المدرب أنه هذا اللاعب يستحق نسعى يعني بأسرع وقت أن نحن نسجل لأنه على حسب لوائح الفيفا النادي اللي يملك مقعد فارغ أو مقعد شاغر خلنا نسميه يحق له التسجيل إذا سجل مع لاعب عاطل لاعب عاطل معناته إن لم يكن المدرب يعني موافق على تسجيله بحيث أنه يكون قيمة الفنية عالية لن يسجل لها الاتباه طيب الحقيقة أنا يعني يمكن شد انتباهي كلمة عاطل يعني كيف تجيب لعب عاطل يعني فترة طويلة ما لعب يعني كيف قيمت هذا اللاعب وكيف حيفيدك في الفترة القادمة إذا كان يعني جلس فترة طويلة لم يلعب أنا أعتقد اللاعب استمرارات اللاعب في اللعب هي اللي تزيد من كفاعته لكن تعادة عن اللعب فترة طويلة خصوصا أنك الآن تستخدمه فقط لفترة قصيرة جدا ما يمدي اللاعب يمكن يستعيد مستواه ويعود إلى النسق اللعب المعروف عنه وتكون فترة انتهت على أساس كذا حنا قلنا أنه لن يسجل اللاعب إلا بعد أن يشوف المدرب ويتأكد المدرب وأنه جاهز فنيا ومدرب اللياقة يتأكد أنه جاهز لياقيا لم يكن جاهزا يسجل والله محمد اسمح لنقول فيه خلل هنا في النقاط يعني الآن اللعب بينا واللعب سانتوس كل هذه الأشياء يعني تضع علامة استفهام كبيرة جدا على إدارة نادي الاتفاق هذا نفس على فكرة اللاعب البرازيلي الآن يسجل بنفس الطريقة اللي يسجل فيها النصر النصر سجل بنفس الطريقة وانتشفت قيمة اللعب اللي جابها النصر الآن لا عشان كذا يعني هذا اللعب اللي الآن سجل النصر قيمته عالي جدا هو صحيح تاريخيا كان من هدافين للمنتخب اليوناني لكن بعد فترة يعني انت شفتوا مستوى الآن اللعب وهذا يمكن بالعكس هذا يعطيك مؤشر أو دليل للعب عندما ينقطع عن ممارسة الرياضة أو اللعب مستوى ينخفض بشكل كبير جيد وهذا اللي حصل للعب اليوناني بس هي على قانونية التسجيل هو المتعرف عليه أنه مسألة أنه لا بد يكون فيه إما الفترة الشتوية أو هو نظام التسجيل مثل ما تفضلت أنه يكون اللاعب لم يلتزم بأي عقد الفترة من ديسمبر إلى أعتقد إلى مارس ستة شهور بباهر تقريبا أقرابة المدة التي تفضلت فيها ولكن أنا أرجع لك لنقطة أساسية ذكرتها لك في البداية نحن لن نسجل اللاعب إلا عندما يرى المدرب بأن اللاعب سوف يكون فنيا مفيد للفريق ومدرب اللياقة يتأكد أن اللاعب جاهز لياقيا فبالتالي النقطتين هذه ما توفرت في اللاعب لن يتم تسجيل يعني باختصار حتى ما أطلعنا أمانة يعني نحن لم نطلع الإعلام على هذا الموضوع ولم نذكر شيء في الإعلام ولكن الإجتهادات الصحفية وإجتهادات المعدين عندكم يمكن بحثوا عن خبايا هذا الموضوع ولكن لشفافية الطرح إحنا ذكرنا سمعنا نحن أسطرح سؤال على محمد في مركز اللاعب اللاعب هذا مهاجم سواء على مستوى عندك زامل السليم عندك يوسف السالم عندك يعني ياسف السالم هو المهاجم الأول منتخب السعودي الآن هو يناف عزازي ممتاز كيف أجيب لاعب الآن عاطل المدرس الشهور ممكن يحل محل واحد من اللاعبين المميزين بطريقة المدرب ربما أنها تختلف ربما أنه يلعب بطريقة مختلفة تسمحنا يوسف يلعب واللاعب يلعب ربما يستفيد منه تحت المهاجمين هذا موضوع فني بحث صاحب القرار فيه المدرب يعني موش الإدارة نحن عشان نختصر في مسألة التسجيل أنتم تطالبون أنه تعاملون يعني عامل نادي الاتفاق مثل ما تمت معاملة نادي النصر في مسألة التسجيل لا نحن لا علاقة في نادي النصر نحن في نص صريح أنت استشهد فيه على سبيل الذكر للدكتور أنا أقصد لك أنه اللائحة واضحة وبالنسبة لنا نرى أن ينطبق علينا الشروط فبالتالي سيتم التسجيل منفس الطريقة أنا في عندي دقائق يعني أتمنى أني أستثمرها بشكل جيد معاك موضوع سعد الدياب وفهد المبارك أنتم طلبتوا إلغاء العقد طبعاً لجنة الاحتراف رفضت الطلب شوف اللجنة الاحتراف رفضت الطلب فبالتالي استمر عقد اللاعبين فبالتالي أنه إحنا بالنسبة لنا لابد أنه بالتزمين ما تديم معهم طبيعي جداً وبالتالي يعني ما كان سجل الاتفاق البرنس في الفترة اللي فاتت فبالتالي اللاعبين الآن منضمين وتحت رهن المدرب إذا رأى المدرب أنهم ممكن يفيدون الفريق ويشركهم حيشركهم يعني أنتم ملغيتوا عقودهم عشان تسجيل برنس تاغه لم نلغي عقودهم إحنا كانت يعني أنا ما أخذ في الموضوع لكن لأن اللاعبين الآن منخرطين في التدريبات ولكن إحنا كان لنا يعني تقارير مرفوعة يمكن من تقريبا قرابة خمسة شهور إلى لجنة الاحتراف لم يأتي فيها الرد إلا في الفترة الحالية في فترة التسجيل ولكن الآن اللاعبين لها وجهة نظر لجنة الاحتراف احترمناها واللاعبين أمورهم المادية ماشية ويتمرنون بشكل يومي مع زملاء مستحقات جمعا الجمعان أي مستحقات اللي ظهر طبعا فترة طالب وبعدين اعتذر في ناس لم يظهر جمعان في أي وسيلة لا مرئية ولا مسموعة يطالب بمطالبات مكتوبة مكتوبة لا مكتوبة لا طلع جمعان أبدا اللقاء اللي طلع من خلالكم قال أنه أنا العتب اللي بيني وبين إدارة نادي الاتفاق أي أن كانت الإدارة كان لها وجهة نظر في الفترة اللي تصدر قرار يقاف جمعان الآن جمعان جلست معها الإدارة اعتذر عن ما بدر منه يبقى ابن من أبناء النادي من الناس اللي خدموا النادي لفترات قدرت الإدارة اعتذاره ورجعها عاد جمعان يغل التمريد كيف تصف صفقة برينستاغو من أي ناحية صفقة ما أدري يعني كيف تربطها في إحضار سانتوس شوف البرينستاغو لاعب مثل الفريق لاعب احترف في نادي ألماني من النادي الألماني احترف في تركيا فبالتالي كان مشارك مع أنديتا البرينست الحاجة الوحيدة اللي صادفتها أنه كان معدلها اللياقي نازل فبالتالي فيه أشياء أنت لما تجي تتعاقد تتعاقد مع لاعب موجود أساسا مع ناديه مشارك مش مستبعد أو غير يعني إحنا الآن جايبين على فكرة على إعارة يعني مش حتى مقعين مع عقد جديد ولكن معدلها اللياقي ما كان بشكل مطلوب ما كان بشكل مطلوب ولا كان جاهز ويعني الفترة أنت ما تقدر حتى تغامر في ذاقة في الفترة هذهك في لاعب وخصوصا أنه وقت اللي جاء فيه كان ضيق جدا أنا في عندي دقيقة أنه هالمعطيات هذه هل هي السبب في الحملة الإعلامية إذا صح أنه في حملة إعلامية ضد الإدارة الاتفاقية هل هي مبررة والله يشوف أنت الآن خلينا يعني دخلنا في موضوع أكثر أهمية اليوم أي شخص يطالب في أي موضوع لابد أن يكون له رأي ورأي آخر الآن عندما نمجد في موسم ماضي الإدارة الاتفاقية ووصولها إلى نهاية كاس ولي العهد ومحافظتها على وجودها بين الأربع مقاعد الكبيرة على مدى السنوات الماضية في ظل وجود الموارد المادية ونيجي نقول نطالب الإدارة بالرحيل هل الآن فيه إدارة جاء تبغى تمسك النادي هل فيه شخص هل وقت الجمعية العمومية دخل أحد وقال أنا أبغى الإدارة نحن مجرد للأسف القضية ليست عملية تغيير القضية الآن من يخدم نادي الاتفاق الاتفاقيين اسمح لي في هذه الجزئية تحديدا قاصوا الأمرين في الفترة السابقة عندما الاتفاق لن يتوقف على الأستاذ عبد العزيز دوسري أو غيره ولكن يعون الجميع جيدا عندما بتعد الأستاذ عبد العزيز قاص الاتفاق الأمرين وطالبوا الاتفاقيين مرة أخرى بعودة عبد العزيز النقطة يمكن اللي أنت كنت تحب أنك يعني تسهب فيها جد في الأخير لكن أنا حقيقة ما عاد لي إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ محمد الصدعان عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق شكرا جزيل لك شكر لكم إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين على الجمهور ومقدمنا جيليق بمسامعه إن شاء الله الدكتور فهد القريني الأعلام الرياضي شكرا جزيلا لك شكرا سعيد جدا متواجد وتواجد آخر محمد الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم الدائمة لبرنامج الملعب تقبلوا في الختام التحية من مدير التحرير عايض القحطاني فريق العداد صالح المرشد فهد الغامدي عبد الرحمن الناصر سعيد العمري ومن الإخراج علي المالكي في الختام نترككم مع هدية خاصة من برنامج الملعب للأخضر السعود اشتركوا في القناة يا ربي سهل يا ربي سهل يا ربي سهل درضي يا عظيم الشان يا عظيم الشان لجل بلادي روحي أفتي وهي تاج الأوطان يا ربي سهل يا ربي سهل درضي يا عظيم الشان يا عظيم الشان لجل بلادي لجل بلادي أفتي وفي تاج الأوطان يا تاج الأوطان أبذل جهدي يا ربي سهل درضي يا عظيم الشان يا ربي سهل درضي يا ربي سهل د канал يا ربي سهلовые